وفي قصبة المفرق عزلت الأجهزة المختصة منزلين بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا مخالطين للمصاب الذي حضر عزاء في المدينة وكان محافظ المفرق ياسر العدوان أكد لرؤية أنه بعد أخذ العينات من مخالطي المصاب يوم أمس أظهرت النتائج وجود ست إصابات بفيروس كورونا وأشار المحافظ أنه سيتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي في منطقة البحر الميت هذا وعملت فرق التقص الوبائي في المحافظة على أخذ عينات لمخالطي المصابين والمجاورين لهم